اشتركوا في القناة يابل ما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى في اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابي يعني رب ضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا ام لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم نذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحديث ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجه بسمع برجه وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس ست الشهر ست ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا وهو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل في لغاية فجر يوم الاثنين هاي كل هالفترة اللي هي سبته احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة وراح تظل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تتشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من جبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بيمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة والها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايش لعب العاصير اله علاقة بالبركين اله علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا اشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن اشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت تحكي خلينا نروح على توقعاتنا على الابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج الثور طبعا اول اشي لازم نحكي عنه اللي هو اللي بالبيت الاول عندك هو اورانوس اورانوس معروف عنه بما انه ببيت الشخصية فهو بعمل تقلبات وبعمل تقلبات عادة بتكون سريعة ما بين ايجابي وما بين سلبي فعشان هيك تقلب المزاج بالفترة هاي رح يكون سريع جدا وخصوصا مع زاوية التربيع اللي موجودة مع الشمس فعشان هيك بدك تحتاط من اصدار القرارات السريعة حاول تراجع حالك اكثر من مرة حاول انك تأخذ نفس وتعد للمليون قبل ما تتخذ القرار لانه ما بتعرف قرارك رح يكون لزم مصلحتك او ضد مصلحتك اما بالنسبة للامور اللي لها علاقة بالبيت الثالث اللي هي الزهرة موجودة فيه فعشان هيك شوي الاجواء رح تكون جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص واقناع الافراد بوجهة نظركم التنقلات اللي اهتمام بامور الهلاقة بالسيارة او بالتليفونات رح تكون عالية جدا بالفترة هاي برضو بامور الترويج لسلعة معينة والاشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى التجارة المحلية رح يبدعوا بالفترة هاي وتكون لمصلحتكم بشكل كبير اهم اشي انو انتو تركزوا بشكل جيد وتستغلوا الفرص المناسبة وتتحركوا لا اقتناصها صحيح انو بداية الاسبوع فيها ضغط من تواجد القمر في منازل بعيدة شوي اللي يوصلك القمر بعدها بتحس بالفارق بشكل واضح تماما اما بالنسبة لعطارد اللي صار في بيتك الرابع اللي هو الاسد فهو بعزز امور الها علاقة بالبيت والعقارات ونشاط عائلي ونشاط فكري تواصل مع افراد العائلة زيارات عائلية برضو اهتمام ببعض المناسبات والامور اللي الها علاقة بالعقارات وحل بعض الخلافات او المشاكل العائلية بتكون بالفترة هاي ايجابية ودعمي لكم برضو بشكل كبير ومع الشمس تواجدها اللي بعزز نقاط الها علاقة لاشخاص بتهتم بامور العقارات او شراء بيت او الاهتمام بامور الترحيل من بيت لبيت او تحسين ديكور بيت برضو بتهتمه فيه بشكل كبير وممكن تحمل الفترة هاي فرحة الكو بتتعلق في امور المنزل اما بالنسبة للبيت اللي هو التاسع فهون عندك الجدي الجدي ما زال بشكل زوايا سلبية لكن هو بفتح مجالات العلاقة بالسفر او السفر البعيد او علاقتكم مع الاجانب او مع اشخاص من خارج البلاد الحوارات والدراسة والمؤسسات التعليمية الاوراق القانونية المعاملات كلها تقريبا بتكون نشطة بالفترة هاي ممكن انت ينطبق عليك وحدي منهم ممكن ينطبق عليك الاغلب ولكن بالاغلب هو هذا البيت التاسع وهي تأثيراته اللي بدي يعرف شو يعني بيوت موجود رابط فيه صندوق الوصف بشرح مفصل طبعا احنا منعتمد عليها برضو في التوقعات اليومية فعشانك حاولوا تكسبوا من الفترة هاي هاي فترة فيها نوع من انواع الحدود للكم وبتدعمكم بقوة اما بالنسبة لنبتون نبتون اللي موجود في بيتك 11 برضو بيعزز الامور اللي الها علاقة بالاصدقاء والعلاقات الاجتماعية والتعارف بيخليك مرغوب ومقبول ومحبوب في نفس اللحظة الا انه بالفترة هاي ممكن تحمل بعض المشاحنات او المشاكل او الخلافات ما بينك وبين بعض الاصدقاء او سوء تفاهم على مسألة معينة حاول انك ما تصدر قرارات بالفترة هاي وراجع الاحداث بشكل ايجابي اما بالنسبة للمريخ المريخ الموجود في بيت المتاعب وهو رح يشكل زاوية سلبية جدا فعشان هيك منحذر بالفترة هاي من تراكم الاعمال والاخطاء بالاعمال والتقصير بالاعمال حاول انك ما تجازف وما تغامر وما تخلي الاعمال تتراكم عندك ما تدخل بخلافات حادة ما بينك وبين زملائك او رسائك بالعمل وبعده بدك تراعي امورك الصحية بشكل جيد من التقلبات اللي ممكن تصير من وقت لاخر وحاول انك قدر الامكان اذا شعرت بشيء غير اعتيادي انك تراجع طبيب وحاول انك تعمل فحصاتك اذا انت من الاشخاص اللي بتاخذ الادوية المستمرة حاول انك تلتزم بادويتك وبالتعليمات الادوية بدون ما تستهتر بهاي الامور اما بالنسبة الى توقعاتنا الاسبوعية طبعا من صباح يوم الاربع القمر طبعا انتقل للحوت اليوم الخميس موجود بالحوت وبظل ظهر يوم الجمعة بتنشطوا بين الاصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق امنية بمساعدة احدهم مع نوياتك مرتفعة وحظوظك برضو عالي جدا احترم القوانين والمواعيد امات ماطل عزز شعبيتك وافرح مع الاصدقاء والاحباء بتنجح بانعاش العلاقات العامة ولكن من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالحمل ببيت متاعبكم ورح يستمر فيه حتى فجر يوم الاثنين فهاي الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهداء الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة بتظهر خلافات او التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر اهم شي انك ما تخالف القوانين لانه ممكن تخسر اكثر مما بتتوقع من فجر يوم الاثنين بيكون القمر وصل عندك لبرج التور حتى عصر يوم الاربعاء فثقتكم بانفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الخمر يعني بعطيك في الفترة هاي ميزات استثنائية بدعوك الجولة بذل جهود من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم هاي تعتبر من افضل الفترات خلال هذا الشهر اهمش انك تبادر او تاخد انت المبادرة وكون شجاع من عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات خذ يعني ممكن انك تهتم لأوضاعك المالية وتخوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك اهمش انك ما تجازف بأموالك او باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الامور لا تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان فبتنشطوا في التنقلات والاتصالات والحوارات كونوا اكثر صبر على الطرقات فترة مناسبة لاجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء دون اثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض بالفترة هاي استطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة الفترة هاي نشطة جدا ما رح تهدأ من كثرة الالتزامات والحركة اللي رح تكون نشط جدا فيها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء